اشتركوا في القناة مع الفيديوات اللي نحاولوا بش نجاوبوا على بعض الأسألة اللي ترحوها بعض المشاهدين الفيديوات سواء بالميل ولا على فيسبوك ولا غيرها من الطرق للسؤال ولحظت ان اكثر سؤال وصلني هو هذا السؤال اللي انا شخصيا وكثير يعتبروه سؤال غبي من خلق الكون يعني اكثر العباد اللي يؤمنوا الدين في بالهم كي يسألوا هذا السؤال يعني سيئة يحلوا المشكلة واحرجوا الطرف المقابل اول حاجة اول خطأ في هذا السؤال هي مسألة خلق فكيف تسأل انسان لا يؤمن بالخلق سواء كان ملحد او لا ادري او غيرهم تقولوا من خلق الكون فكرة الخلق هي فكرة دينية بحتة لان الخلق هي حاجة كيما نروح حاجة مايش معروفة فهمت بالكل حاجة مايش ملموسة فكرة نرجع الواحد الخلق هو اظهار شي مل لا شي برمشي فهم خرج حاجة من حاجة حاجة مل لا حاجة فهمت معندها حتى منطق يما السماء شفتوا السماء قلت لك السماء فهم السماء وهي السماء ليس لها وجود اصلا يعني هدية نعرف اننا الكلام الكلام البشري اللي كونناه بش نتعامله بيه نوعا مان معندها فهمة كلمات او جذةها الاديان او المعتقدات وكل شي ليس لها اي اساس من الصحة مش كل شي يقال يعني موجود كيما ما تنقول عروس البحر هل عروس البحر موجود لا تخيل تخيل كيما مسألة الله موجود مش موجود تخيل ملايكة تخيل روح تخيل يسر حاجة اذا مسألة خلق نفس الشي اذا مش نكونوا منطقيين ونحكيوا مع عباد معنتها منطقيين على الأقل نقولوا من أوجد الكامر يعني هذا هو السؤال اللي لازم يتطرح معنتها كامرح لولا رغم اللي هذا السؤال حد ذاته مهمت يعني سابق لعواني لأن السؤال الأهم واللي لازم يتسئل هو كيف وجد الكون هذا هو السؤال كيف وجد الكون نحن نعرف أن الأديان الكل اللي تؤمن بفكرة الخلق بصفة عامة لم تبحث كيف وجد الكون لا بحثتش فيها بحث فمت حتى فما بعض الكلام وبعض المواضيع وفي سبع أيام وفي ستة أيام وفي ثمان أيام يعني فما تلخبط ومن نشوفه في الإسلام مثلا في الإسلام مرة يقول لك إنها هي كل الشي يكون في يكون ومن بعد يقول لك لأي عبر مراحة يعني فما تلخبط ما فممش وضوح فمت ويقول لك مثلا في الإسلام وكان عرشه على الماء يخي الماء ما هوش حاجة موجودة فمت يعني قال لك كان كل شي فاراه وكان هو عرش والعرش شنو العرش يعني لكلها ما يسمى بخرافات ليس لها أساس من الصحة معانتها منطقيا فمت هذه المشكلة معانتها مسألة كيف وجد الكون ولا دين ولا دين بحث في هذه المسألة البحث الفعلي هو بدأ بظهور العلم الحديث والآن منذ قرون والبشرية ولا تسأل السؤال الصحيح كيف وجد الكون ونظن حتى واحد تور في الوقت الحاضر حتى من المدينين حتى من المسلمين المسيحيين يهود من الجموش ينكروا البحثات العلمية اللي توصل لها الإنسان في هذا المجال ونعرف إنه في الوقت الحاضر يعني العلماء يعني وصلوا فهمه ما يسمى بالبيج بونج فانت وإن العالم أو هذا الكون ظهر عنده خمسة مليار سنة وإن الأرض توجدت عندها أربعة مليار دوات ولا خمسة مليار دوات سنة تقريبا وإن الحياة توجدت على الأرض عندها ثلاثة مليار دوات ونص ولا أربعة مليار دوات يعني نرى هذه هذه أعداد يعني خيالية ولا دين ولا دين تكلم على هذه الأعداد يعني كان طلعنا الاسماء ونهبطوا نطعه يتكلم لي على ستة أيام وسبعة أيام وثمانية أيام فهمت وخلقوا وهبطوا وطلعوا ومرة الأرض خلقوا ومرة الاسماء وخلقوا واسماء وليس موجودة يعني هذا الكل كنتم تخدموا بخافكم هذا الإله لو فرضنا إنها موجودة ألا يعرف هذه الأعداد كيف الإنسان إنسان استطاع أن نوصل لفهم متى ظهرت الحياة على الأرض مثلا الكائن الحي عند ثلاثة مليار دوات ونص سنة وصل لفهم كيفاش ظهرت المادة والانفجار العظيم وغيرها 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 وهذا الإله اللي مفروض هو اللي أوجد هذا الشيء كله من جمش يعطينا معلومة واحدة صحيحة واحدة معلومة بحثة يزيدي ما طلبناها بشي يعطينا التفاصيل غير معلومة واحدة صحيحة وإنما الخطأ والأعظم والأفدح إنه يزيش معلومة صحيحة أعطاك معلومات كلها غالطة وليس لها أي أساس من الصحة وهي من تفكير إنسان بسيط بعيد كل البعد على المجال العلمي والعلوم الحديث إذن بهذه بركة نحن نقضيه على كل شيف إذن سؤال الأساسي هو كيف وجد الكون ونظن هنا حتى دين حتى دين نقول أنا ونتأكد ونتحدى كل الأديان إنه ينجم يجيب إنا كيف توجد هذا الكون وإنما الوحيد الذي يقدر أن يجيب على هذا السؤال على حسب التقريب وعلى حسب النظريات هو العلم العلم الحديث هو واحد من يجيب على هذا السؤال إذن هذه مسألة مفصولة نرجع للسؤال الغبي بين قوسين من أوجد الكون نعرف ونرجع للتاريخ كما قلت لكم مسألة واضحة كيف توجد الكون معنا حتى مجال ولا حتى إله قال كيف ولا حتى إله جاب من حقائق علمية الوحيد هو العلم والإنسان يعني أحنا المسؤولين على فهم هذه المسألة هذه مسألة واضحة نرجع للسؤال معنا من أوجد الكون من أوجد الكون نحن من أوجد الكون فما زوز زوز أجوبة هما زوز أجوبة منطقيين يعني منجموش يكونوا ثلاثة ولا عربعة ولا خمسة فهمت الجواب يا إما الكون فمش كون وجده يا إما ما فمش يا إي يا لا على حسب المنطقة الإنسانية لولانين يعني قصوا الطريق وكانوا مع التواضحين وامور مريقلة قالوا إن الكون هذا ما وجده حد وإن المادة قديمة وإن الكون هذا هو ما نسمى بواجب الوجود وهذا منطقي يعني كنت تشوف منطقي يعني نوعا ما منطقي يعني مسألة واضحة هذك فيه جي مثلا واحد آخر جي قل لك مثلا واحد متدين ولا خستن المسلم يقول لك كيف تقول كل هذا هذا هو العلم توقع أثبت اللي الكون تظهر عنده 15 مليار سناء هاي العلم أثبت إنه الكون تظهر عنده 15 مليار سناء يتكلم على هذا الكون هو وإنه وإنه العلم لم يجيب حتى الآن ماذا موجود قبل الانفجار إذن هذا السؤال متاعك بتاع أن العلم أثبت أن الكون هذا عنده 15 مليار سناء يعني هما بالنسبة لهم حديث يعني أكهو هذا الدليل على أن هذا الكون ما كان موجود وتوجد لا يمكن يا سيد يقبل العالم هذا والكون هذا كان فما كون آخر والكون آخر انتهى ونظمح ونظهر منه الكون هذا فهمت يعني هذا مجال ليس في تخصص أنت وإنما في تخصص العلماء اللي يبحثوا في هذه المسألة بح هذه مسألة يعني هذا سؤال مع العلماء هما يرجعوا للعلماء يرجعوا للعلماء ويبدأوا حشتهم بهم ويبدأوا سؤال الثاني يأتي ويقول لك لا الكون هذا أوجده اكس ليس لنقول إله رب في بانكم الذي عندما يقول للكون هذا أوجده إله مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة أول حاجة أنت وقت تقول وقتا الكون هذا أوجده إله هل أنت تسخيب روحك حاليك المشكلة حالي تهاش على خطر كل ما هو منسوب لهذا الكون على أنه قديم وعلى أنه متغير وعلى أنه غير محتاج إلى من يوجدها وأنهم عندها أصل من وصول الوجود أنت نسبته لهذا الإله أنت بحد ذاتك تؤمن أن إلهك مهما كان لم يوجده أحد إذن منطقيا الإنسان عندما يؤمن أن هناك شيء لم يوجد أحد لماذا أنا ننسبه لشيء مجهول لماذا لا ننسبه لشيء المعلوم الذي هو هذا الكون يعني أنا وأتنقول للكون هناك من أوجده ما حلتش المشكلة على خاطر نبقى في المشكلة بيدها يا سيدي هذا الإله متاعك وهذا الإكس من أوجده هنا تقول لا ما أوجده حد إذن هكتؤمن أنه فما حاجة ما أوجدها حد اللي هو إله علشت لهم فيها أنا اللي نؤمن أن الكون هذا ما أوجده حد أنت تؤمن أن هناك إله أوجد هذا الكون وهو لم يوجده أحد وأنا نؤمن أن هذا الكون لم يوجده أحد مثلة بسيطة ولكن المثلة معقدة أكثر هل تدري ما معنى أن تنسب لهذا الكون إله هل تدري ما أقول لك أول حاجة أول سؤال هل هذا الكون موجود في وسط إلهك أو خارج عن إلهك لو قلت في وسط إلهك يعني ضمن إلهك مشكلة يعني هذا الكون هو ضمن إلهك يعني حتى هو لم يوجده أحد فهمت خطر إلهك لم يوجده أحد فهمت المثلة يعني الكون هذا أنت نفترض هذا إلهك نفترض هذا إلهك هل الكون ضمن هذا ولا خارج عن هذا لو قلت ضمن هذا إذن الكون هو إلهك إذن أنت مكتوب من أن هذا الإله لم يوجده أحد إذن هو الكون هذا النقطة التي تشوفها هنا ما أوجدهاش إلهك لأنها ضمنه ولو قلت أن الكون خارج إلهك يعني موجود هنا يعني هناك خارج عن إلهك وعندما نتكلم وعندما نتكلم على خارج عن ذاته مشكلة يعني هو غير موجود يعني هو محدود محدود وفما هناك خارج عنه إذن نرى القول بأن الكون خالق أو واجد مثلة كبيرة نحن نعرف الكون هذا ليس كامل وفيه كثير من النقصان وفيه كثير من الأخطاء فمتبه يتطور وقعد يتبدل وكذا فكيف ننسب مع أن ننسب هذا الكون لإله كامل فكيف يصدر من الكمان النقصان هذه مسألة أخرى مهمة فكيف يصدر من الكمان النقصان يعني القول أن الكون واجد مشكلة فمتب هدوما مع أنت مسألتين مع أنت مساءل كثيرة على هدو مساءل كثيرة حاجة أخرى المسؤولية عندما تقول أن الكون هذا واجد يعني أنا معتش مسؤول على نفسي أنت معتش مسؤول على نفسي كل شيء معتش مسؤول على نفسه يعني النجم نقوله كل شيء تحت رعايته هو ونزيد ننسب له كل المشاكل اللي توقع يعني وعندما يوقع ززاوي متولد صغار هو مسؤول إذن فكرة أن الكون خالق هي فكرة ليس لها أي أساس من المنطقة أول حاجة تطيح من قيمته ثاني حاجة ترد هذا الكون ما عنده حتى قيمة فهمت ثانية حاجة ما حليت المشكل لأنك تؤمن دائما أن هناك شيء لم يوجده أحد اللي هو إله حاجة إذن في جميع المجالات ترد فهمت تظهر لك المسألة لا يوجد منطقية الإيمان بأن للكون هناك من أو شيء هذاك لماذا هذا نظر للكون كهو قيمة ذاتية يعني هو موجود من الأزل نعطيه قداسة وأهمية يعني ما هو إله وإنما وجود موجود وأحنا توجدنا ظنه وأحنا نحاول نفهمه فهمتك ونحاول نعرف الأسرار التي يحتويها هذا الكون العظيم يعني في الحقيقة الإلحاد أو عدم الإيمان بإله هو إعطاء قيمة أكثر لهذا الكون لأن الإيمان بأن لهذا الكون هناك من أوجده يعني نجعل هذا الكون ليس له أي قيمة وإنما من له قيمة هو هذا الشيء الذي أوجد هذا الكون تشوفوا كيف الأديان تحقر الوجود وتحقر الإنسان نرى الإنسان مجرد عبد الكون ليس جرد حكاية فارغة نرى من الديانات الطبيعية كما الديانات الشرق الأقصى كما البوذية كما الشنطوكية كما غيرها من البوذيات أعطيت قيمة أكثر للوجود الإنسان يعيش في توازن مع الكون مع الطبيعة يحاول أن يفهم النبات الحيوان الجماد يحاول أن يفهم نفسه حتى الرياضة تتأقلم مع الوجود الكوني أنا نتصور الديانات الطبيعية هي أقرب للمنطق والديانات الفردية قدر هذه الديانات الطبيعية هي ديانات جماعية بينما الذي أفضل منها هو ما يسمى بالديانات الفردية يعني أنت لازم تلقى التوازن متاعك مع هذا الكون مع الشمس مع القمر مع النبات مع الحيوان مع الإنسان مع نفسك يعني لو فم عبادة نجم نعبدها هي العبادة التي تجعلني مرتاح ليس بمفهوم العبادة بمفهوم الرياضة ما يسمى أنا نسميها على حسن معتقدي أنا الشخصي حضر أنا عندي معتقد متاعي مع أنت كل واحد حر هو أنا نسميه التوازن من بين المادة والإحساس من بين المادة والإحساس هذا النوع من التوازن الذي يجعلنا نعيش وسعادة بمفهوم السعادة بمفهوم السعادة يعني عدم الخوف من الكون عدم الخوف من المستقبل عدم الخوف من الموت وهذه المثلة التي نحاول أن نطرحها في الفيديو القادم نهار لحد نحاول أن نجد فيديو تقص 14 دقيقة نهار لربع ونهار لحد هي مسلة من الموت من الموت هذا هو السؤال الذي يسألون عليه سيدا ياسر ونظن أنا جاوبت على السؤال هذا من أوجد الكون بالنسبة لي أنا شخصيا هذا الكون قائم بذاته ليس محتاج إلى من يوجده لأنه موجود من الأزل وهو في تحول وفي تطور مستمر إلى النهاية والعلم هو الذي يبحث في المسألة هذه وأنا مدامني موجود في هذا الكون الآن يجبني أن أختنم موجودي في هذا الكون من أجل نفهم يسر حاجات والنقل المعلومات للأجيال القادمة بش يعيش التوازن مع الطبيعة ومع الكون ومع النبات ومع الحيوان ويحاولوا بش يصنحوا هذا الكون الذي يحتوي على كثير من الأخطاء وكثير من الإجرام وكثير من الظلم والتعبي ونجاوبكم في الفيديو القادم على سؤال شنوه بعد الموت ولا شنوه بعد الكون وشنوه موجود بعد هذه الحياة على حسب وجهة نظري وشي طبيعي وعلى حسب وجهة نظر العمل وشكرا وبإسلام مع فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا